يا مساء الأنوار وحالة جدا مع علاقة الكابتانو مع أحمد السيد أرسل النهال ده بيتهزم من منشترا سيتي بظلم تحكيمي بيون لأنه نظر حاكم الانجليزي النهال ده أنا مش عارف ايه اللي بيعمله في أرض الملعب ده أول مرة شوف حاكم انجليزي بالسوق ده وأنه بيبقى متحامع لعرفية أرسل الرغم من المرة كانت بتقام على ملعب الاتحاد ملعب الفلاي امرت سفية الامارات وأرض ملعب فريد أرسل بيجيجي عليهم قوي 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 وقعب اتفرج على المباراة مش عارف ليه مش عارف اسبب ليه كل ده ليه التحمل على فريد أرسل ده الرغم من هذا ده أول كان مسيطر أول كان مستحوظ أول كان عامل كل حاجة حلوة في اللقاء وبيتقدم هدف عن طريق ساكا ثم بعد كده يتعادل من التزليات. ما احرزه بعد كده بيتقدم في الداية الاخيرة عن طريق هدف الفوز وهدف التلاسة نقاط لفائلت مانشنزل سيتي. ما عرفش يعني ايه ليه كده? ليه كده? ليه كده? التحكيم النهاردة كان يعني بيين النهاردة لفائلت اصلا هتكلم عن المباراة و هتكلم عن سين المباراة. وليه مانشنزل سيتي كان سيء قوي 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 نظر تشكيل وحش طرق اللاعب ووحشة كل حاجة وحشة كانت مانشنزل سيتي ولكن يعني حدي برضو حاجة لفائلت مانشنزل سيتي وهو الفائلت مانشنزل سيتي فائلت بطولة. بتعرف تكسب بصراحة المطاعة وانا في اسوأ حالتي وانا في وحش في ارض الملعب وانا ما فيش اي تاك تيكس ولا في اي يقوى بدانية ولا في اي حاجة بعرف اخد اللي انا عايزه من المباراة. وهي دي سمات الفرق الكبيرة او الفريق البطل دايما يعني بيخش مباريات دايما انا ممكن يعني اخش في الدايق بتاعي وما بقاش في فورماتي ولا يعني حالة البدانية ولكن بعرف اخد اللي انا عايزه من المباراة. زي المباراة اللي فاتت لانت لاتوا وكلمتوا عليه وحللتها ما بين ليفر بول. ليفر بول وحش ليفر بول سيء ليفر بول سيء ليفر بول اللي كان احسن اتغلب. لأ انت لازم تبقى يعني كفريق البطل وبتلعب على كاملة بريمال ليج لازم وانت في وحش وانت في اسوأ حالاتك لأ تاخد اللي انت عايزه من المباراة. ده اللي عمله النهاردة فينة مشارة سيتي. عشان كده مشارة سيتي هو المرشح الاول لالفوز باقي اللقب. طلع مايكل ارتيتا اللي هو كان غايب عن اللقاء سألوه طبعا الناس بقى والصحفيين وقالو له يعني رد فعلك ايه عن الحكم ورد فعلك ايه عن المباراة. طلع في تصريح غريب طبعا وطلع اتكلم وقال فرقة مشارة سيتي هي اقوى فرقة في تاريخ فطبعا مين يشهد العروسة? مين يشهد للعروسة يا عم مايكل ارتيتا? طبعا ما انت حبيبك بس الاستثمار الاماراتي والقصة والاستحواز على النادي وبدأ ان هم يطوروا صفاقات بدأت يعني الدنيا تعلى وبدأت الفرقة تعلى في المستوى في السنوات الاخيرة. ولكن قبل كده ما لقاش اي تاريخ في انت فين يا عم يا ارتيتا? ولكن يعني راجع عشان بيحب بيب جورديولا واخد نفس نهج ونفسه بيب جورديولا فطلع صلى التصريح ده وزعل كماهير ارسن التصريح ده يعني كانت متوقعا انه يتطلع يتكلم على الفرقة يتلع اتكلم على الظلمة نرضى التحكيم يتلع اتكلم على يعني اللي حصل في المباراة وكل احداث كتير قوي 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 واهداف وطرد وحاجات وروايات هنتكلم عليها النظر تابعوني غاية اخر حالة مع كبيرتان واحمد فاي اللي بفرج هدأ اول مرة ينزل في القناة ونصف على زر الجرس وعمل حاجة اتلايكات وخليني نتكلم عن نرضى على تحليل مباراة الاصل وما تشاهد سيسي موسيقى 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 تده موسيقى 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 النهاردة اللي اتجابها اليومنا اللي كان بيلعب فيه النهاردة كانسلو مقدرش عليه كانسلو اعطاك البيب كورديولا هو كانو يجب نظر ان هو لما حتى كانسلو يلعب على مارتينيلي ويقدر ان هو يعني سد خطورته كزلك اكي اكي برضو يلعب على تساكة لان هو عارف ان اتنين دون مميزين ولكن يعني انا برضو يعني ما بحبش كوتش لو يفكر ان هو ازاي ادافع لا انا ازاي اعمل يعني ازاي انا اعمل ما بين الدفاع وما بين الهجوم ما فكرش في الدفاع طبعا انا دفعت النهاردة طب وبعدين فيش هجوم فرقة ما فيش اي ازيادات مفيش اي تكملة هجومية انا ما عجبتنيش دي النهاردة ما بيب كورديولا يعني ارسلو ايه هو الله سايت رولا استعوذ بيهدل طبعا يحرز على هدف التقدم كلم علاقة الهدف انا بحبها دايما الاهداف اللي بيبقى فيها يعني شغلة حلو بيحب ان انا ابرزها وانا اتكلم عليه فننتكلم على الهدف مبادة كورة كانت موجودة في نص الملعب من عند توماس بارتي. توماس بارتي يقوم ممرارها للعب اللي جانبه تشاكا. شاكا طبعا يقوم ممرارها الى يعني اوديجورد في تقلق من السلسي ده. هو السلسي ده هو اللي كان بيعمل الشغل كله. اوديجورد طبعا يقوم داخل وممراره الى ترني في الزيادة الهجومية والاوفرلاب الجميل من ترني. ترني طبعا يخش طبعا بعينه الحلوة. حقف هنا بقى عند يعني التحرك بتاع لكا زيت. لكا زيت تتحرك بشكل مميز قوي اوى اعتقد الجملة دي ممررنا معاليا مايكل ارتيتا النهاردة. خش طبعا يعني لكا زيت ويخش نحية يعني يعني يرزل ويرخم وعلى اللي هو عشان يدي فرصة لتساكة اللي جاي ويخشش طبعا يسددها تساكة يعرض الهدف الاول. هنا يعني تحس ان هو عمله زي ستارة ستارة هجومية يقدر ان هو يعني يخش ويسدد والزاوية تبقى مفتوحة ويخلي اكي ما يقدرش ان هو يعني يضغط على تساكة جن حلو جن مميز هنا اعتقد جملة دي جملة تكتيكية متمرنين عليها اتحرك حلو قوي فيها لكا زيت روح فيها يعني على ناحية الباكليفت الوقف قدام ساكة عمل ستارة ده تخل ساكة سددها احرز هدف اول فرط اصلا وهدف حلو هدف جميل هدف فيه شغل تكتيكي من المودارة الميكرو ارتيتة بين تاني شوط الاول بتقدم يعني اصلا واحد صفر ونخش على شوط التاني الشوط التاني لأ شوط عجيب شوط غريب شوط الاحداث بقى هنا يعني انا ما عرفش ايه اللي حصل للحاكم كان ماشي شوط الوش بشكل مميز كان ماشي كويس الشوط التاني ما عرفش ايه اللي حصل بيجي طبعا مع بداية الشوط التاني برضو ماشيزة ستارة سيء هو اللي كان حيل ولكن بتيجي لقطة يعني يعني هنا يعني مقدش ينوم الحاكم فيها هي غلطة من اللعبة ساكا بيخش طبعا سلح فرط ماشيزة سيتي ولكن الحاكم هنا ما حسبهش على لقطة يعني اللي اعتراض بالرجل لأ حسبها انه بعد ما عاركة شده كمان شده من التيشرت الراجل وام وقعه وحسب هنا بيخش محرز يحرز هدف فرق كبير افزال لأسوأ يعني حالتها في الملعب وشكلها وحش قوي شغل وحش جدا بتعرف يعني ترجع تاني وتعمل المنتجة وقام باك في المباراة بيحرز هدف اتعادل عن طريق رياد ما يحرز بعدها مونافش بقى هنا هنا ايه اللي حصل يعني لقطة الانذار بالنسبة لجابري الجابري كان عنده انذار هنا اللقطة انا شايفها دخل يعني اعتراض فيها اللعب يعني 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 بالكوع على الوجه مش انذار انا ما اختلفتش معاك مليون في المية ده انذار تاني وطرد طرد مليون في المية كحكم للمبرأة ولكن انا بقف عندي يعني الحالات اللي انت بتاخد فيها بتحكم بها تعمل التوازن والبلس ما بين الفرقيين رودري النهارده عامل كمية فاولات في ارض الملعب مش طبيعية والدام وورو في النص وفي اللجوم انت لو هتاخد نفس التوازن انت النهارده رودري ما ياخدش انذار اللي في انذار الاخير اللي هو جoodi ما يجاب المبروح طافن واقع قد احدي شيارت لأ النهارده يستحق الطرد زي ما انت طردت جابريال وخدت نفس القر ونفس الحالات اللي كان فيها جابريال وديته انذار تاني وديته طرد. قلت اللي كان يستحق انه ده طرد. تدخلاتها عنيفة جدا في نص الملعب على لعبة كان يستحق اكتر من مرة مرة واتنين وثلاثة طرد. ولكن انت لأ ما ما اديتوش اي حاجة خالص يعني طول سير المباراة. بعدها استحوز عن مباراة خلاص طرد كان فيه دقريبا سبعة وخمسين ستين. خلاص استحوز بقى عن المباراة بعدها بالتغييرات اللي هو اعمالها وقام نازل اصبحت حتة نص ملعب لعب جندوجان ولعب تغيرات طبعا ارتيتا النازل سنتر باك تاني يلعب مكان جابريال وقام نازل بعد كده اسم يسروع على حساب لكا زيتا عشان يزبط برضو اسم لعب يعمل الكسافة في نص ملعب يعني عجبني اصل بصراحة يعني يعني مايكل ارتيتا بيغيب النظر عن المباراة يعني في الادارة الفنية وتكتكية المباراة بسبب ازمة الكورونا وكان بيغيب ولكن كان يعني بيتصل تلفونيا مع المتساعد وكان بيديله بقى التعليمات وكان بيتفرج عن المباراة كان موجود يعني في الادارة تتكاول في الاثنية اول باول في طول احداث المباراة تمشي المباراة يعني لغاية الدائي الاخيرة طبعا يعني كسافة هجمية بقى وضغط هجومي من فريدت منشيستي في الدائية الاخيرة في زيادة طبعا من لابور تجوم منتات الجزائيل وزيدة من رودري كل فريد منشيستي يجنت موجودة جو متاتات الجزائيل كورة لعب التكورونامنتات الجزائيل يقوم يخيلها مصالحة برجلش شمال يشوتها. على الحارس النهاردة آآ رامز دان مقدارش عملها اي حاجة. جهر ستتقدمها هدف الفوز اتنين واحد صالح في المشارسة دي. مقدارش لهم ارتيتة ولا لهم اللعيبة. ولكن سير المباراة والتحكيم والقص والحكاية. مباراة النهاردة تظلم فيها فريدة ارسل. يعني النهاردة مباراة بالنسبة لي والنتيجة غير عادلة. غير عادلة وغير منصفة. ده ظلم وكرت القدم يعني ما انصفتش النهاردة فايت ارسل. بس دخنات حلقة كما كابيتان واحمد سيد. وهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.